في دوء تنفيذ تكلفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة استقبل أول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة وذلك من خلال معبر رفح وأضحت الوزارة أنه تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات وتشخصهم تشخيصا دقيقا وتحويل 16 مصابا منهم للمستشفيات المجهزة بشمال سيناء حيث تم تحويل 11 مصابا منهم لمستشفى العريش العام وخمسة مصابين لمستشفى بئر العبد ولفتت الوزارة إلى أنه جاري تحويل سائر الحالات إلى المستشفيات وأن جميع الحالات مستقرة وتتلقى رعاية طبية فائقة من التواقم الطبية الموجودة بالمعبر أو داخل المستشفيات كما قام أطباء الحجر الصحي بمعبر رفح بتوقيع الكشف الطبي على 117 من رعاية الدول الأجنبية منهم 35 طفلا تم تطعمهم بلقاحات شلل الأطفال والحظبة والالتهاب السحائي وأكدت الوزارة استمرار العمل المكتف من قبل التواقم الطبية بالصحة بتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاستقبال المصابين وتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم مشيرا لمتابعة وزير الصحة والسكان المستمرة لمستجدات الموقف أولا بأول من خلال غرفة إدارة الأزمة بالوزارة يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة المعدة للتعامل مع تدعيات الأحداث في قطاع غزة والتي تتضمن جهوزية المستشفيات الخاصة بالإحالة وتوافر التواقم الطبية المدربة بالإضافة لاستدامة توافر الأدوية والمستلزمات وعكاس الدم